مسلسل العروس أحد المسلسلات التلفزيونية الأكثر شعبية على التلفزيون التركي سيقدم مرة أخرى لحظات مليئة بالدراما والمكائد الرومانسية للجمهور من خلال حلقته الجديدة تقوية الحب بين هانجر وجيهان مواقف مقدر وخطتها الخبيثة من أبرز المواضع في هذه الحلقة يبدأ عشاق المسلسل الذي سيستقبل هانجر وجيهان حملة لرؤيتهما بشكل متكرر أكثر خلال أيام الأسبوع يلفت هذا الطلب الانتباه كمؤشر على شعبية المسلسل ومن بين المنتجين سيطرحون فكرة نقل مسلسل العروس إلى أيام البث خلال الأسبوع إذن ما رأيكم في هذه القضية؟ هل تعتقدون أنه ينبغي أن يكون مسلسل العروس كل يوم من أيام الأسبوع؟ سلوك مقدر السيء تجاه جيهان يثير غضب هانجر لكن هانجر تجد صعوبة في عصيان والدتها ويتحول هذا الوضع إلى صراع داخلي هانجر التي تحول الحفاظ على كلمة والدتها من ناحية أخرى الرجل الذي تحبه يحول أن يجعل دعمها للعالم مؤكدا وعامقا وفي حين أن هذا الموقف يزيد من التوترات في الأسرة فإن هانجر تكافح من أجل الحفاظ على التوازن في هذا الوضع الصعب تواصل بيزا وضع خطتها المظلمة للفصل بين هانجر وجيهان هذه الخطة الجديدة لاختبار العلاقة بين جيهان وهانجر تزيد تصرفات بيزا المتلاعبة من توتر المسلسل وتترك الجمهور في حالة جديدة من الفضور في كل حلقة تقرر هانجر العمل كواسطة لتحسين العلاقة بين مقدر وجيهان أدى جهودها في هذه العملية في النهاية إلى إذابة الجليد بين مقدر وجيهان وتمكنهما من المصالحة يقلل أيضا من غضب بيزا وسيسمح لهم بالتطوير فهم جديد للأحداث السابقة يكتسب حب هانجر وجيهان بعدا جديدا عندما تتعرف هانجر على عائلتها بشكل أفضل إن تعزيز الرواب الداخل الأسرة وزيادة التفاهم المتبادل يزيد من تقوية العلاقة بين هانجر وجيهان ولا يزال حبهم لتعزيز حبهم يشتعل رغم كل الصعابات التي يواجهونها إذن ما رأيكم في هذا التحليل؟ لا تنسوا متابعة الصفحة